ونبقى في المطالبات الضرورية حيث ناشد الأهالي بمحافظة صلاح الدين الحكومة المحلية البدى بإطلاق كابونات النفط الأبيض استعداداً لموسم الشتاء كما طالبوا زيادة حصة الأسرة إلى 150 لترين كحد أدنى لتجنيب الغسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود الشراء من السوق السوداء بأسعار المرتفعة من خلال هذا المنبر الكريم نطالب السيد وزير النفط المحترم بإطلاق الحصة والمستحقات النفطية لمحافظة صلاح الدين بشكل عام ونحب أن نوضح له صورة أن الحصة على شكل 50 أو 100 أولاً تكون قليلة وما تكفي للعوائل نظراً لأنه إحنا مقبلين على الشتاء وإحنا الشتاء وبرودة قارصة في العراق إضافة لذلك إنها تولد ازدحام فنطالب بتكثيف وزيادة الحصة حصة النفط للجميع بشكل عام إن شاء الله نناشد السيد معالي وزير النفط بإطلاق كابونات من النفط الأبيض بالسرعة الممكن لأننا مقبلين على الشتاء ودائماً الشتاء بارد يعني ونطالب السيد مدير شركة النفط بإطلاق كابونات بسرعة الممكنة لا تقل عن 150 لتر لأن الـ 50 لتر والـ 100 لتر لا تسد حاجة المواطن أو لا تسد بالعائلة الكبيرة أولاً نطلب من سيد الوزير المحترم والساد النواب المحافظة ومحافظة صلاح الدين بإطلاق حصة النفط في محافظة صلاح الدين لأن الحصة ما جاي تكفي للمواطن 50 لتر أو 100 لتر يعني ما يعادل المواطن يستلم سنوياً برميل واحد هذا لا يكفي ونطالب أنه بتوفير المنتجات النفطية بشكل زايد لأن هناك المواطن الفقير جاي يشتري من السوق السوداء حقيقة اليوم نطالب بإطلاق الكابونات الجديدة بسبب قرب قدوم فصل الشتاء اليوم حقيقة هناك تغيير مناخي رح يكون في الأيام القادمة ونطالب أيضاً نستثمر الوقت بزيادة حصة العوائل العائلة الواحدة اليوم 100 لتر نطالب بزيادة وهي أنه يصبح 150 للعائلة الواحدة بسبب الفترة الطويلة اللي اليوم كل 100 لتر لمدة الشهرين فهذا الموضوع يثق الكاهل المواطن الفقير اللي رح يتجه وين للتجاري وهو التجاري اليوم غالي جداً وأصلاً ما موجود فبالتأكيد اليوم النفط مهم جداً في الحياة الفقيرة خاصة أن اليوم الفقير يعاني من عدة مشاكل في المحاضرة